يدق العيد الأبواب معلن قرب انتهاء شهر رمضان لهذا العام ففي العشر الأواخر من هذا الشهر يزداد الإقبال على شراء الملابس ولكن هذا العام يختلف عن سابقيه حيث شاهدت الأسواق حالة من الركود في حركة البيع والشراء بسبب ضعف الإقبال من المواطنين هذا العام وغلاء الأسعار ونقص السيولة التي تسببت بها جائحة كورونا حيث أن هناك نقصا كبيرا في البضائع كما أن الأسعار في سوق الجملة تشهد ارتفاع انعكس سلبا على المواطن وأن سوق الجملة هو الذي يتحكم في أسعار البضائع بحسب المحالة التجارية في أوباري ارتفاع هذا نحن كوبياع جاينا من طرابلس أو من بنغازي جاي الأسعار يعني راقية من يومها يعني بالأخص نحن هنا بنجوه براتل على سبيل المثال البدلة جايتك بخمسين دينار بتديرها بسبعين عشرة أجار وعشرة لك هذا عشرين دينار المواطن بسيط مرات سبعين هذا ما يقدرهاش الخلل في الأساس مش مننا نحن وما تكلم التاجر متاع التاكس يجيب لك بالميتين وبالتلات مية بعض الأسعار راقية شوي لفظة لنا قدره شوي وبعض المصارف حتى في فرق بين ديرين 40% وعشرة في المية ديرين على المية 40 تجيهم والله عشرة في المية زيادة عن القيمة البدلة أبارك غيرها من المدن التي تعاني من سلسلة ارتفاعات متتالية في ظل عام مالي صعب إلا أن أمنية أهل المدينة أن تكتمل فرحة العيد وأن ترتسم البسمة على محي أطفالها